اه حبيبي زي ما انتم شايفين ان شاء الله انا نوية النهاردة اعمل كيكة اه انا مليش في الحلو قوي بس بصراحة شاهدتها لما شفتها على قناة جي جي وحبيت ان انا اكلها كده مع الشاي ممكن الصبح او العصر اه في المغربة كده تقدروا تاكلوها مع الشاي فانا هغش منها الطريقة بس انا هعمل نص المكونات يعني هعمل نص الكمية اللي هي عملتها هي هنا حتى اه اه تلت اكواب دقيق انا هاخد كوباية ونص الايب اوكي هاخد كوب ونص الايب هنحط كوباية ونص دي فصور يا جي جي ان انا هلاخبط لك الوصفة بتاعتك بس اتمنى انها تطلع كويسة طبعا انت عملها كويسة انا بقول علي انا انه بصراح انا في الكيكة مش قد كده هادي كوباية دي وهادي النص طيب وبعد كده هي حتى اه اربع بيضات طبعا انا بما اني بعمل نص الكمية يبقى ايه هاستعمل بطين بس اي دي بطين اوكي وهي حتى كمان ايه اه كوب ونص عصير برتقال زي ما قلت لكم انا ما عنديش برتقال هستخدم عصير لامون حطيت نص الكمية كمان عصير لامون اوكي وهي حتى كمان نص كوب زيت انا حطيت ربع كوب زيت تعمل كوب سكر انا هحب آآ تلات اربع كوب سكر آآ سوري تلت كوب سكر لاني انا ما بحبش السكر كتير اوكي كده طيب وهي حطة بيكنج باودر اوكي والبانيليا دي موجودة هجيب البيكنج باودر دلوقتي وزرة ملح تمام هجيب الملح والبيكنج باودر تمام كده كل المكونات موجودة معي بس كمان انا اه 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 احب اقشل شوية لامون اوكي اقشل لامون شوية ده الوقت فعلا اللي هي خدته او يمكن اقل من نشوفين ونقل ونضرب ونقل من الدقيق او المكونات الجافة دي مع المكونات شوفوا ايه اه اه في بتاع الخلط نحط المكونات السائلة كلها اوكي نحط كل السوائل مع بعض احط معهم الفانيليا شوية فانيليا بس انا احب احط معهم السكر كمان السكر طبعا البيض هي خلط الدقيق في الاخر في اخر حاجة خالص مش مش في الخلط احط معهم بشر اللمون انا انسيت هي حطة البيكنج بودر معهم او لا احطي البيكنج بودر مع المكونات الجافة دي مع بعض احطي البيكنج بودر مع اللاديية فهضربهم في الخلط وارجع لكم دلوقتي هنحط بقى ايه نخلط المكونات مع بعض طبعا انا نخلط الدقيق اه بفكر ما حطش كله لان دقيق اه انواع دقيق تبقى مختلفة خلي شوية كده ونحط مع البيكنج بودر هنحط بقى الخلط اللي عملناها السائلة بسم الله هنحط بقى الخلط اللي عملناها السائلة بسم الله اوكي أهنا انته يدعوه لي تزبط معي اول مرة عمل كاكا نقلبها كويس زي ما قالي جيجي انا اعرف هي عملتها السمكة دي قالوا بقى هننزل مع بعض بقى كده هنننخلهم طبعا على السائل هننخلهم بقى كده مرة واحدة هندي هنحطهم في المنخل انا كنت نخلة دقيق بس لازم يتنخل تاني علشان الهواء بسرح انا ما عملتش الخطوة دي انا خلته نخلة واحدة بس طبعا احنا مسخنين الفرن من اول ما بنبتدي في الكيك انا عملت زي كبارك انا اريد ان تبدلوا العصير البرتغان ممكن ان تبدلوا بكباية ونص حليب او كباية كبيرة من الزبادي اريد ان تبدله او بعصير الوستفاندي او اليوسف اريد ان تبدله الزيت اضعوا ثلاث محلق كبار من السمنة بدل نصف كباية الزيت بدلت سهلة جدا المقدير كلها موجودة اطبيعي اكيد موجودة في البيت فعلا نضرب كلها نضرب كلها ونضرب كلها دقييم وهو الغفة مع المكونات السكيل وخط المعيت اجنسو الى اقل من كده كمان لستواجد القوام عشق شاب الوقت نضرب كلها بقى الصنية اللي هنعمل فيها. شوفوا القوام نفس الشيء. يعني معنا كده مش هحط الدقيق ده. شكرا يا جيجي. نفس القوام اللي قالت عليه. كويس ان انا محطيتش دقيق كله. طيب هنجيب برضو الصنية زي ما قالت. انا جبت الصنية اللي هعمل فيها. طبعا اصغر من الصنية بتاع جيجي لان انا عاملة نص الكميات. وحطيت فيها زيت كده. وهحط في الجوانب كمان. طبعا انا زيادة هشيلو. الزيت الزيادة هشيلو. طبعا انا هحطت لها بقى دقيق. حلوة الحركة دي. ما جبتني. طبعا انا هعمله في الحوت عشان هيبهتل الدنيا بكيب. عملتها زي ما قالت. اوكي. دلوقتي هننزع عليها بقى بالخلطة في الصنية. بسم الله. بالفكرة انا بتعلم من قناة جيجي كتير بصراحة. بتعمل حاجات حلوة جدا. بتعمل الاكل المصري الجميل. دلوقتي هدخلها الفرن في الوسط. في الوسط. مش في الوسط. في الوسط زي ما قالت جيجي. واستنوني لما تطلع ان شاء الله. ربنا يستر. دلوقتي هدخلها في الفرن في الوسط. على درجة حرارة وسط. زي ما قالت جيجي. وربنا يستر.